بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقررة ثانما ديناميكس عن فريد ميكانيكس المحاضرة السابعة من الدرس الثاني pure substance كنا قد بدأنا في الحصة الماضية تفسير أو بداية تفسير أو قراءة الجداول حقة pure substance of water فيسمى هذا الجدول ثانما ديناميكس properties of water طيب كنا قد عرضنا في المرة الماضية أنه الأعمدة أو كيفية قراءة الأعمدة فكنا قد عرضنا أنه هذا temperature هذا هو ضغط الإشباع فمثلا لعشرين درجة ضغط الإشباع عندها أو ضغط اللي يبدأ عند الماء بالغليان هو 2.339 تسعة إيش نرجع للوحدة كيلو باسكا أيضا كنا قد عرضنا أنه هنا عندي four properties اللي هما specific volume internal energy وإلا specific internal energy أيضا specific enthalpy و specific entropy اللي قلنا سوف ندرسه إن شاء الله لما ندرس pure substance فقط أو التفسير كيفية استخراج يعني هنا الـ entropy, enthalpy, internal energy and specific volume قلنا أيضا قد عرضنا أنه subscribe F تقصد بها saturated liquid subscribe FG نقصد بها saturated vapor أو الخاصية حق saturated vapor minus الخاصية حق saturated liquid G نقصد بها saturated vapor أيضا قد عشرنا هنا أنه في جدول ثاني أو طريقة قراءة جدول ثاني لما يكون عندي pressure بداية فدرست الحرارة اللي بجانبه هنا تمثلي ماذا تمثلي saturation temperature فمثلا لعشرة كيلو باسكال درست حرارة الإشباع 45.81 الوحدة درجة مئوية فمثلا هنا لو بغيت نسأل ماذا لو بغيت نسأل أيش يمثلي جدول هذا؟ بالطبع الجدول هذا يمثلي زي يجبني نقرأ من هنا من فوق إنه هذا saturated water يعني ماذا؟ يعني موجود السائل مع بخار الماء أيضا يمثلي pressure entry فلو رجعت للصفحة اللي قبل راح نلاحظ إنه ماذا شباب هنا؟ نقرأ العنوان عندي saturated water لكن أيس المدخل هنا؟ temperature entry يعني لو تم إعطائي temperature فنقدر نستعمل الجدول هذا الجدول الثاني زي ما قلنا هو pressure لكن pressure entry لكن يجبه يعطيني saturation temperature وأيضا مجموع الخواص هنا أيضا الجدول يكون هنا عندي superheated vapor water بما أنه عندي حالة ثانية للماء والحالة الثالثة التي هي compressed liquid water طيب نرجع هنا إلى شيء معين كيفية قراءة أو استعمال الجداول فرح نرجع للصفحة الأولى من الجداول فهنا ألاحظ ماذا شباب؟ فألاحظ إنه عند مثلا درس الحرارة 30 عندي ماذا؟ عندي ضغط يساوي 4.246 يعني عند درست حرارة 30 saturation pressure تساوي 4.246 كيلو باسكل فمثلا أو أعطيت مسألة درس الحرارة تساوي 30 وطبع درجة مئوية وعطيت في المسألة هذه أنه الضغط يساوي 2 كيلو باسكل أول سؤال هنا يطرح هل إنه الماء هنا في حالة سائلة أو حالة بخار أو حالة توازن أو إشباع بين السائل والبخار فهنا لو قارننا 2 كيلو باسكل بماذا؟ بضغط الإشباع ليساوي 4.246 كيلو باسكل فنلاقي إنه ضغط الإشباع هنا شباب أكبر من الضغط المعتق في المسألة فهنا إذا الحالة هي ماذا شباب؟ الحالة سائلة أو بخارية ثبوت درس الحرارة ضغط اللي عندي أقل من ضغط الإشباع فهنا نعتبر في أي حالة شباب؟ طبيعي جداً هنا حالة اللي عندي هي حالة الفيبر وتحديداً أيضاً نقدر نقول إنه الحالة هذه سوبرهيتد فيبر فلم تم سؤالي بعدين قال لي استخرج لي specific volume بهذه الحالة يعني إلى ثلاثين درجة مئوية واثنين كيلو باسكل أولاً نقول إنه هذا الحالة هو فيبر والروح إلى specific volume حقه سوبرهيتد فيبر يعني الززء الخاص بسوبرهيتد فيبر ثم نبحث على القيمة هناك يعني الروح للصفحة مثلاً هذه اللي عندي فها سوبرهيتد فيبر نبحث على الضغط اللي عندي مثلاً الضغط اللي عندي يساوي ونثنين كيلو باسكل نبحث لي هنا نبحث لي هنا لين حصل الضغط لما نحصل الضغط نروح لدرس الحرارة مثلاً مئتون وخمسين ونقرأ هذه وهذه وهذه وهكذا يتم استخراج القيم لو كان أيضاً هنا إعطائي العكس نرجع هنا للصفحة الثانية وتم أعطائي ماذا؟ تم أعطائي برشار يساوي زي ما هو موجود هنا خمستاش كيلو باسكل ودرسة الحرارة حق الماء هنا في المسألة يساوي ماذا شباب؟ مثلاً يساوي عشرين درجة مئوية فاللاحظ هنا إنه عند 15 كيلو باسكل درست حرارة الإشباع أو الغليان 53 ولو قارننا 53 بعشرين تيجي أكبر منها فهنا يصبح إذن الحالة اللي عندي ماذا شباب؟ الحالة اللي عندي طبيعي جداً هي ويمكن قول أيضاً أنه COMPRESSED LIQUID فهنا الروح فين؟ الروح إلى لما يكون عندي COMPRESSED LIQUID WATER نبحث عن الضغط المراد البحث فيه ثم ماذا نساوي شباب؟ نروح لدرسة الحرارة للمراد البحث فيها ثم نستخرج القيمة مباشرةً عادةً لما يكون عندي الضغط لكن مثلاً يعطيني الضغط 2000 كيلو باسكل ويعطيني درسة الحرارة 120 100 أي درسة حرارة محصورة بينهم مثلاً 115 ويطلب مني SPECIFIC INTERNAL ENERGY فهنا راح نروح إلى 100 درجة هنا 120 درجة هنا ناخذ القيمتين هذن بما أنه 115 درجة يعني محصورة بين المية والمية وعشرين ونسوي لها إيش؟ نسوي لها INTERPOLATION TO FOUND THE RESULT اللي يجبها تكون أخيراً محصورة بين 418 و 502 تقريباً هذن أنواع المسائل اللي يطرحوا في الجداول وأيضاً كيفية استخراج القيم من الجداول أتمنى أن يكون الشرح واضح هنا فقط هنا كتلخيص الجدول اللي راح نستعملوه في هذا المنهج الجدول اللي نقسم إلى B11 يعني من الصفحة 776 إلى 779 B12 اللي هو من 780 إلى 783 أيضاً من 700 بعمية راح نشوف أنه B11 يعطيني إيش؟ يعطيني properties of water under temperature and B12 زي ما قلنا under pressure so it's more convenient to use B11 when temperature is given يعني لما درس الحرارة تكون معطى فأني نستعمل جزء هذا ولما يكون الضغط معطى فأني نستعمل الصفحات هذن بالطبع يجبني نمر بالصفحات هذن أولاً لمعرفة حالة الماء ثم بعدين نمر إلى Superheated Vapor أو Compressed Liquid Superheated Vapor موجود الحل حقتهم بين 784 إلى 789 Compressed Liquid في صفحتين فقط 790 إلى 791 وهذا الجدول اللي راح نستعملوه إن شاء الله خلال هذا المنهج أو لو استعملنا جداول أخرى يعني في مسائل أخرى بعدين إن شاء الله لما نصير مهندسين يمكن ماذا؟ يمكن قراءة Superheated Vapor أو Compressed Liquid في الشيء اللي موجود فوق الجدول أو موجود في صفحة الجدول مرات يكون حتى تحت قراءة لجدول كده نكون قرلصت المسألة هذه أو معرفة كيفية قراءة الجداول حق Water Properties إن شاء الله يكون الشرح واضح السلام عليكم ورحمة الله موسيقى موسيقى